أهلا بكم حدد خبراء ومختصون اقتصاديون عدد تحديات تواجه الشركات العائلية تعيق بقاءها في ظل تحول الاقتصادي الجديد متوقعين أن تتضعف استثماراتها إلى 700 مليار ريال شريطة أن تطبق معايير الحوكمة ووجود دستور ينظم انتقال إدارتها بين الأجيال في هذا العرض نبرز أهمية الشركات العائلية وحجمها في السعودية والتحديات أيضا التي تواجه هذه الشركات إذن لدينا إحصائيات حول أن 70% أو شركات هذه العائلية تمثل حوالي 70% من إجمالي الشركات العالمية أيضا تمثل 80% من شركات الشرق الأوسط بالإضافة أنها تستحوذ على نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ويعمل لديها حوالي 70% من إجمالي اليد العاملة بالقطاع نذهب هذه المرة إلى الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية قيمتها قربة 350 مليار ريال سعودي متوسط تروت هذه الشركات في حدود 22 مليار ونصف المليار ريال وأيضا تستحوذ على قربة 62% من ثروات الشركات العائلية بمنطقة الشرق الأوسط كما تساهم بنحو 12% من الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية وتساهم أيضا بنحو 40% من الناتج المحلي غير النفطي نلقي هذه المرة ندرة على مزايا هذه الشركات العائلية أولا لديها الاستمار طويل الأجل بالإضافة أن لديها ميزة التعاون مع الشركات المنافسة ثم أيضا الاهتمام بالأهداف غير المالية وشروط هذه المرة ونجاح الشركات العائلية أولا أن تستحوذ الأصول على قربة 25% من رأس المال وأيضا أن تحقق نموا سنويا بنسبة 18% ثم الاستجابة لتغيرات السوق والتخطيط والتحليل بالإضافة إلى تنويع المنتجات وزيادة القدرة التنافسية سواء داخليا وأيضا خارجيا بالإضافة أيضا أن اجتماع مجلس إدارة الشركة يكون يجتمع على الأقل أربع مرات سنويا هذه هي الشروط وشروط نجاح هذه الشركات العائلية نذهب هذه المرة إلى التحديات التي تواجه هذه الشركات والتي تتمثل في زيادة وقوة المنافسة العالمية وأيضا القدرة على الانتقال إلى الحوكمة بالإضافة أن عليها القدرة أيضا على التخطيط والتحليل وتحليل البيانات ويجب عدم التركيز على أن تكون الإدارة مقتصرة بين أعضاء العائلة ننتقل هذه المرة إلى ملامح عامة عن الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية القيمة المتوقعة بالنسبة لهذه الشركات بعد مرور خمس سنوات هي في حدود 700 مليار ريال 60% من هذه الشركات لا تستمر للجيل الثاني بالإضافة أنه 25% من هذه الشركات لا تمتلك خططا لنقل الأعمال وأيضا حوالي 66% من هذه الشركات تعمل في خمس قطعات فقط وأيضا لدينا قرابة وهي تصحويت تقريبا على قرابة 10% من استثمارات السوق في السعودية إذن كانت هذه نظرة شاملة على الشركات العائلية واقع وتحدياتها في البابلكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر